أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية عبد الرحمن المحرمي على الدور المحوري للقطاع الخاص في مساندة جهود السلطات المحلية لإنعاش الوضع الاقتصادي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة جاء ذلك خلال ترأسه بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا ضم قيادة الغرفة التجارية والصناعية وعددا من رجال المال والأعمال لمناقشة أوجه التنسيق والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لإنعاش الوضع الاقتصادي وإسعرض الجهود التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسية لتوفير مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار من خلال دعم الحكومة في إجراءاتها ومعالجاتها لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وخلق بيئة ملائمة للاستثمار واستمع المحرمين من رئيس الغرفة التجارية بعدن أبو بكر بعبيد ورجال الأعمال الحاضرين لمجمل الصعوبات والعراقين التي تواجه مشاريعهم الاستثمارية منوها لانهيار العملة المحلية وارتفاع كلفة التأمين على السفن التجارية والشحن الجمركي وبعض الممارسات التعسفية الغير القانونية والتي انعكست سلبا على قيمة السلع والبضائع وبهذا الخصوص جدد عضو مجلس القيادة المحرمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالعمل على تقديم كافة التسهيلات لرجال المال والأعمال وتوفير بيئة آمنة للاستثمار وشيدا بالجهود التي بذلتها إدارة الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص ووقوفهم مع الجهات الحكومية في التصدي للأزمات التي عاشتها البلاد خلال سنوات الحرب مؤكدا ثقته باستمرار التعاون وبناء الشراكة على أسس اقتصادية راسخة بما يضمن وجود بيئة استثمارية ناجحة وبشر المحرمي في الاجتماع رجال المال والأعمال بقرب افتتاح المنطقة الصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن وتفعيلها بموجب القرار الجمهوري الصادر في العام 2013 لبالها من مزايا للمستثمرين من حيث توفير الأرض والخدمات اللازمة وتسهير الإجراءات بالإضافة إلى أهميتها المجتمعية والاقتصادية المتمثلة في زيادة فرص العمل وامتصاص البطالة واستقطاب رأس المال وإعادة توطين النشاط الصناعي من جانبهم عبر الحاضرون عن شكرهم وامتنانهم للجهود التي يبذلها عضو مجلس القيادة عبد الرحمن المحرمي لتدريل الصعوبات التي تواجه عمل المستثمرين والدفع بعجلة التنمية والاستثمار إلى الأمام